ايه الستاتيستيك للسامبل دي فقسمناهم البيانات اللي ممكن نطلبها او نطلب جزء منها المتوسط الوسيط المنوال الكلام ده ده اسمها مقاييس الناس على المركزين شاب بس الناس اللي ما شفتناش اه قبل كده فيس تو فيس يعني مش كده انتم مش شفتونيش فيس تو فيس اسبوع اللي فقسمناه ممكن نطلب واحد او اتنين من المعايير دي وبعدين قلنا المعايير الثاني اللي هي معايير التشتت التشتت العينة حوالين متوسطها الحساب احنا جبنا حاجات اسمها متوسط حسابة وتوسط هندسة دي اي من المتوسط الحساب ده مهم متوسط الهندسة الناس بيحتجوه في حاجات لكننا بقعارفين ان في حاجة اسمها الجيومترا 분ي وعادة الكل واحد ملة 4 سيمبد يعني السيمبل بتاعه اللي هو الرمز بتاعه X hat و X bar و X و X wave اخر حاجة اللي هو يا المنوال بس تبقى عارف المعلومات دي وسهلة او انك تجيبها جدا وزا ما عرفتهاش هتسأل زبيلك دوله هي بتيجي ازاي بتحسب ازاي المنوال ده يطلع ايه يعني ان شاء الله الموت ده يطلع ايه تمام مجرد انك تعرف تعريفه بتجيبه فان شاء الله فيش مشكلة المعايير التانية المهمة بقى تشتت العينة حوالين المتوسط يعني هي متبعتارة او حوالين المتوسط ولا ملمومة ده القصة دي الاربع معايير دول بيقيسوا التشتت اول معايير فيهم الرينش لو اعلى قرية كان وقال لي قرية كان منطقي جدا والناس ما عبروهش قال لك يعني هقول لك ليه مش حال تمام هقول لك ليه ما قالوش عليه حال وبعدين ايجا حاجة اسمها المين دي فييجن المين دي فييجن اللي هو يجيب الايه المتوسط الحسابي وكل قرية من القرية يجيب الفرق بينها وبين المتوسط الحساب قيمة مطلقة وقعد يجمع دول ويقسم عليه العدد القريات ده اسمه المين دي فييجن زي المين دي فييجن بس يجيب المتوسط ويطرح منه كل الفرقات ما بينه وبين القريات التانية كلها بس يربع وبعد ما يربع يقسم برضو على العدد بس العدد هنا ناقص واحد لحكمة يعني اقول لكم عليه ليه العدد ناقص واحد في السم طيب جبنا حاجة اسمها المين دي فييجن المين دي فييجن المين دي فييجن بس الجزر بتاعه بقى حتى سموه احنا سمينا ايه الاربع معايير دور مهمين جدا في معايير زي ما كنت رسمت الهيستوجرام كده وشوفتوه في معايير بتقيس الاسكيونس ليه عدم التماسل انت بتشوف بعينك كده الهيستوجرام بتقول والله ده ميل شوية للشمال ميل شوية للليمين ممكن فيه معاملين اللي هو الاسكيونس اوفيشان زيتا واحد وزيتا اتنين بيعرفوه كمان من غير حتى ما تشوف الهيستوجرام تمام ومقييس التفالتوحي ترى التوزيع ده مدبب كده ولا مفالتح نايم ولا 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 حطوا معايير للحكاية دي سريعا كده معايير واحد اخر حاجة معايير مهم جدا لكل الناس اللي بتشتغل في الاحصة حاجة اسمها السي بي او الكوفيشان تقف ايه انا بشتغل في عينة تخصني وتخص حاجة مجتمع انت بتشتغل في عينة تخص مجتمع التاني خالص ملوش علاقة بالمجتمع ده وعايز تشوف الدنيا ماشية ازاي هال قريبين من بعض هال الاحصائيا اه شكلهم ايه تقارن الاثنين ببعض ازاي عن طريق حاجة اسمها السي بي او الكوفيشان تقف او فريشان انت بتجيب الساندر ديفيشان تقسمها على الاكس باك ونفس الوحدات خرص ده الشابتر وشابتر قوي وكبير ومهم هنعمل فيه وديت مسألة كده في الاخر ياريت تعملوها بقى ريبورد واي حاجة تسألوه اللي باشو هندسها رضوة فيها برضو هتفتكو لازم شوية الاحصائي تقول في الاول كده مهمين اول اه اه طبيعي اي سؤال هيجا علوم ان شاء الله هتجاوبوه يعني مفيش فيها خوف ولا قلق ولا اي حاجة يعني وهو شابتر قوي ومهم يعني النهاردة هناخد مقدمة في البروبابيليتي هنبدأ في مقدمة البروبابيليتي بعد جده هتلاقي البروبابيليتي دخلت في الاحصائي يعني الاحصائي بقى هنبدأ نتكلم اه ده مع ده بقى بس لازم ندي شوية البروبابيليتي الشوية البروبابيليتي اللي هنديهم الحقيقة انا عارف ان انتو خدتوا البروبابيليتي عشان كده همر على المقدمة اللي هتقروها كده من صفحة خمسة عشرين لتلاتة واربعين في الكتاب يقروها اقراية كده مراجعة اللي انتو بتعرفوه اشكال فين والحاجات ده وان كنا هنقول بعضها اه فانا مش هتك على الحاجات اللي اه اه اعرفناها برضو الكلام مهمة وانا ببقى حارس ان اقول معظم الكلام هنا عشان زي ما بقول والله هتحلو ما تقلقوش ان شاء الله هتحلو بس لو فاهم يعني ماينفعش اقول تعريف انت راح تحل على تعريف بناء على تعريف وهي الكلية ايه ما احنا اتفقنا مع زي ما يهلكم معارش ان احنا عندنا شوية معارف وشوية مهارات دايما العلوم الاساسية بتقول لها معظمها معارف لما السكيلز يعني ايه مهارات اه اه هتدوكم مهارات وكل حاجة بس المعارف مهمة بناء عليها بتشتغل وتكمل فالنولدج دي مهمة اول تمام اه ماينفعش روح تحل مسألة ما ما انتش عارف الكنسيبت ده معناه ايه فده اللي تسأل فيه اه كنا بنتكلم بقى في الاحصال يقول لك ايه مش عارف انا مش هاجي بقى احل مسائل اللي احصل للرجل اللي جاب صندوق في خمس برتقنات حمره سبعة من جات صفر وقال لك مد ايده جاب واحد عشوائي هات احتمال انها تكون منجاة حمره يعني ايه منطقي جدا اه حلو الكلام ده بنفهم به وزي الفل لا لا اصخر من احد وإلا ما كناش فهمنا احسن تعلمنك احسن كده بس اكيد هان ايه هانا تطرق لحاجة اجمد شوية يعني مش اجمد تنفعنا بقى في الهندسة يعني تنفعنا احنا في الهندسة اه ومش كل حساب البروبابيليتي وده اللي هركز عليه بقى فيه مسألتين حلوين كده تحسوا من لا مش البروبابيليتي عادي عدي يا عم خمس برتقنات لونهم مش عارف ايه او خمس اوكرات لونهم اسود واربعة لونهم ابيض عدي وحطوهم في السأل لا ما عادش ما هيبقاش فيه البروبابيليتي اللي عادي هتبقى البروبابيليتي عبارة عن ايريا مساحات او مساحة متصلة من الزمن او مساحة متصلة من اي حاجة مفيش فاعة عادية ايريا على ايريا تمام هنحاول ندخلكوا بس في الحكاية دي وهما المحاضراتين اتنين في الشابطرة الده المحاضرة ده هخفيفة جدا والمحاضرة الجاي بس ده الشابطر بتاع البروبابيليتي بعد جدا هندخل على الربوبابيليتي شغل رياضة بقى حلوين وزا ما بلوهم نحط ده مع ده ده طبيعة الكورس بتاعكم طالما اول مرة نقابلكم ده طبيعة الكورس بتاعكم نيتشار بتاعكم شوية برضو تعريفات كده في الاول طبعا كلمة random experiment يعني ايه كلمة random experiment كلمة دي بس مهمة اللي هي التجربة اللي منش عارف هتطلع ايه بالزبط بس متوقع كل النتائج بتاعتها شكلها اسمها ال random experiment يعني ايه sample space تعريفي التاني ايه sample space ده تمام اللي هو all possible outcomes من random experiment ال random experiment طلعلي كل الاحتمالات الممكنة او الممكن خروجها من التجربة اسمه sample space بتاع التجربة بس بس هنديله رمز ايه دايما اللي هي امجا كابتل تمام بس امجا في امجا كده الناس بيسألون يعني امجا الصغيرة دي جي غير الشغل اللي دول كانوا ناس مزاج يعني حرف غير اللي يعني حتلاقي ده حاجة وده حاجة خالص يعني طيب زي مثال البسيط برضو اللي انا ببدأ بيه عشان برضو الدينية تبقى بسيط قوي اه بنرمي ظهر طاولة اتنين ظهر طاولة من ابو 6 اوجه ده تمام اللي قدامنا ده كله اسمه الامجا والسامبل اس بيس كل الـ هايبقى الستة وتلاتين اللي قدامنا ده الستة وتلاتين اوتكم ده اسمه الـ وان شاء الله في نهاية المحاضرة اللي جاية هتلاقوا السامبل اس بيس مساحة مش عدد من ستة وتلاتين ما قدرش عد السامبل اس بيس ما عرفش عده بس عشان يمكن ديه الحتة الجديدة شوي بس برضو احنا ماشيين ونفس الكونسبت بتاعة الـ نفس الكونسبت ونفس المفاهيم اللي احنا اتعودنا عليه طيب يعني ايه افينت تالت تعريف غالبا هنقف بعد التعريف ده مش هريد التعريفات ايه الافينت الحدث سبسيت من السامبل اس بيس يعني على التجربة اللي فات اي سبسيت من السامبل اس بيس بنسمها افينت او حدث تمام زي ايه اجزامبل اهو من القوميجا اللي فاتت اللي هما ستة وتلاتين اوتكم بتعريف الزهر طيل ممكن اعرف كل اللي انت شايفه ده ايه اديله كابتل حرف كابتل افينت هو الافينت زات اوت نمبر قبير ان يظهر اوت نمبر هات احتمال يظهر اوت نمبر ماهو مش ممكن اسألك كده او بيسأل عن افينت مش احتمال خمسة وستة كام قصة خمسة وستة احتمال انها تظهر واحد على ستة وتلاتين مش كده انها بتظهر مره واحدة الظاهرة الاولى خمسة والتانية ستة او واحدة خمسة واحدة ستة اه احتمال ان يظهر ايفن نمبر احتمال ان الصم بتاع الواجهين يبقى تسعة ده كلها احتمال ان اه الديفرنس بين التو نمبر اتنين الابسوليوت ما بين التو نمبر يبقى اتنين يعني يظهر لخمسة وتلاتة او تلاتة واحد او اه تمام ده انا حر فبس عايز اعرفكم يعني كلمة حجس ده كلها اتفهمك يعني اه لان ما نش قادر اشرح اكتر من كده يعني ببقى الافنت ده عبارة عن ايه 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 منه بنسميها افنط طيب في البروابوليتي طبعا كلكم عارفين ان انا اه وديفاين البروابوليتي بي رقم بي ده عبارة عن ايه افنط بتاع الافنت ايه احتمال حدوث الحدث ايه بنعرفه كالاتل لو الاي كان اه اه الاي بيحصل اس مرة فروم ان مرة يبقى البي اوف اي هو اس على ان مش ده اللي انتو عارفين اولاد ده مش جديد خالص بس عشان محدش يقول انت جايب اه كلام في الاحصة ولا في اي كلمة جديدة في الاحصة هنقولها غير زي ما بقول ان شاء الله يعني هيبقى في شوية حاجات كده الاسبوع اللي جاي ربما جديدة عليها طبعا انت عارفين ان ايه ويونيون بي الكلام اللي انتو عارفينه برضو ايه يونيون بي يعني احتمال حدوث ايه وبيه في نفس الوقت مش كده ما تكتبوش المحاضرة معاكم وعلى فكرة المحاضرة دي نازلة هتلاقوها نازلة النهاردة وانا فاكر النهاردة الساعة تسعة بالليل هنقعد مع بعض الشباب في المعادل اللي ما اه يعني في المحاضرة دي اه هتبلغوا بس على الجروب عشان المجموعة اللي مش موجودة. تحضروا ما تحضروش ده اوبن لكم كلكم اللي عايز يعني اللي غابة النهاردة وعايز يحضر بالليل يحضر منكم. المجموعة التانية ده معمولة عشانها. تمام يا شباب تمام تمام. احنا قدامنا اه كتير طرق كتير. من ضمنها لو انتم ناجحين في في التسجيل بقتل نزلهم ده على اليوتيوب وتدوهم اللينك وتفرجوا. طيب احنا عندنا جدول بتاعنا عبارة عن الجدول اللي محطوط من القصر. طرق اميرة حطا لكم جدول الفترة دي للمجموعة اللي موجودة. بتيجي اسبوع واسبوع. طب الناس اللي مجوش وعايزين يشوفوا يسمعوني كمان ويشوفوني. بقدخل معهم اونلاين. بالليل. بس معادل من الساعة تسعة وانا نزلت اللينك اظن مبارح. اللي انا بقوله دلوقتي تاني هقوله تسعة. اونلاين. تاني. اللي بقوله دلوقتي هدخل تسعة اقوله اونلاين. بس مش لكم. للمجموعة التانية ادخلوا انتم كمان لو عايزين. يعني ده حاجة ما ما فيش فيها اي مشكلة لان المحاضرة هي محاضرة اونلاين. مرة هنا ومرة اونلاين. بحيس ما انقطرش العدد اللي حاضر. يبقى لو نصقه يحضر فيس توفيس وبتبدله مع بعض كالعادل. ما هو ده ده انا متخالي انتم اللي هتعرفوني كده. هو ده النظام بتاع بسمق. وده نظام مش وحش جدا بالعكس. نظام حلو جدا. وقدامكم اكتر من طريقة تشوفوا بيها المحاضرات. تمام? طيب. برجع تاني طبعا حاجات المهمة قوي بسموها بتاعت الـ البروبابيلوتي. اللي هي المسلامات. تمام? معارفش. اوحد عنده كلمة تانية يقول. خد بالك. الفي ده الـ瞳 بتاع النل بتاع إن لإمت ست الفي هالإمت ست إنه مافيش حاجة بتحصل البي أوففف في بصفر طبعا احتمال إنه مافيش حاجة تحصل بالصفر لا إنه لازم حاجة هتحصل لازم هيطلع حاجة تمام؟ أنا مش هرم الظهر وعفريت ياخده تمام؟ احتمال إن الأومجة تحصل بواحد تمام؟ احتمال إن البي أوف IFCOMPLIMENT المكمل بتاع الأي الاء والاي بيمثله الاومجا الاء والمكمل اي بتاعه اللي هو المكمل بتاعه اللي اتنين تجمعهم على بعض يديهوا اومجا عشان كده لو عارف واحد تجيب التاني لو عارف واحد تجيب التاني اعطي ح vars曾 اي تجيب حضوص اي كومبيليمنت ولو عارف حضوص اي تجيب حجوص والي اتنين اسموهم الكمبيليمنت بتاع التاني تمام كمان المسلمة الاخيرة لو ايه سبسيت من بي يبقى احتمال حدوث ايه اقل من او بيساوي احتمال حدوث بي البروبابيليتورولز هنتكلم على يعني ايه اديشن يعني ايه ملتبليكيشن وبايز رول دي اللي هنتكي عليها شوية زي ما بقول ده مش جديد خلص او احد يقول انك بتقول كلمة واحدة جديدة اقول له امتاني بس كده واشوف ده ساعدتو لسه بتبرمج ولا ايه طيب نشوف كده الاديشن رول الاديشن رول الكلمة دي عايز اعرفها يعني ايه ميوتشوالي اكسكلوزف اففنس يعني ايه ميوتشوالي اكسكلوزف اففنس الاحداث المستقمة اللي ما فيش بينها اي طقاط اللي هو ايه ترسيكشن بي بفا تمام ده تعريفه طبعا اه احتمال حدوث اليونيون بتاعها واحتمال الاول زي احتمال التان وده سبسيت من اومجا وده سبسيت من اومجا تمام ده الاديشن بتاعي طيب لو عندي بقى مش ايه بيه لانا عندي مية حدث ايه واحد وايه اتنين وايه تلاتة وايه ايه ايه كلهم ميوتشوالي اكسكلوزف مفيش تقطعات بينهم خالص مش انترسيكشن مفيش ايه انترسيكشن بينهم وعايز اجيب البروبابيلت بتاع اليونيون بتاعهم كلكو شطروا عتعرفوا تجيبوا اليونيون بتاع ها هو الاول التاني التاني بصفة عامة تعميم للرول يعني تعميم للأديشن رول برضو كلام بسيط وماهوش جديه النون ميوتشوالي اكسكلوزف بقى ببقى فيه انترسيكشن بينهم يعني ايه وبي بتقطعه في منطقه احتمال حدوث ايه وبي يونيون بي او احتمال ايه يونيون بي هو ايه زائد بي لا بس بتطرح حتة تاني بتطرح الانترسيكشن اللي بينه تمام طب لو تلاتة هعقد لك العملية ده في الكتاب طبعا ايه يونيون بي يونيون سي وهم مش ميوتشوالي اكسكلوزف لا شايف القانون الدنيا تغيرت شوية ده احتمال الاول زي ده احتمال التاني زي ده احتمال السي اطرح بقى ده اطرح ده اطرح ده اطرح ده واللي مبينها اشكال فين اللي يبينها لك اشكال فين بس انا طب لو اربعة طب خمسة لا ما نقدرش اكتر من كده نبين تمام اه يعني هبين حاجة بسيطة خالص بالقلم ده كلكم عارفين لو الصبورة هي القومة ده عشان بس محدش الصبورة هي الايه الحدث الايه والبي اهو الانترسكشن بينهم اهو دول نون ميوتشوال اكسكلوزف في الحالة ده اه لما اجا اقول بي اوف اي يونيون بي هيساوي بي اوف اي بلاس بي اوف بي وربابلتي بتاعة الحدث بي اقف كده غلق لان ده زي ما بقوله تكرر مرتين لقى اشيله بقى تمام يبقى ناقص بي اوف اي انترسكشن بي ده اللي يقصد لو تلاتة زي الاخيرة دي هتلاقي برضو التلاتة متقطعين كده تمام لو ده ايه وده في وده سي ركز بقى شايف التقطعات هتضطر تشيل التقطعات دي بقى كلها تمام ان اه في ايه تقطعت مع بي وبي تقطعت مع سي وسي تقطعت مع ايه تاني وفي حتة بتوع التقطع اهل للتلاتة مشتركين فيها مع بعض كده اللي هي بتتشال اللي هي ترجع لانك شلتها ترجع تضيفها تاني في الاخر ايه فاللي بسأل ده جمنين من هنا مش برهان ما فيش ورقة وقلب وبمقان نائزك تمام ما فيش ومعودش هقول اكتر من كده زي ما بقوله انك صعب توضح باشكال بيننا اكتر من كده طيب بالمناسبة في مسألة مهمة كده عندي من سياق المسألة هنحلها عندي ايه از اف دروينج ده سهل ده ما بحبش انا بقى الحاجات البسيطة دي جاك والبيه هي من الورق بتاعك تشين اللي كلكو اسات زفيه طبعا او باعرفش هلعبها كويس يعني تمام بس اهو هات احتمال انك تسحب ورقة تبقى جاك ودايموند في نفس الوقت او جاك او دايموند انا كنت عايز اقول لكم كلمتين بس ابقى انا خلص التمرين طبعا احتمال ان انا اجيب جاك يونيون ايه يونيون بي الايه هو دروين بتاعي جاك البي هو انك تسحب الورقة تبقى دايموند طب احتمال انها جاك او دايموند كلمة دي او تعرفين او تمام لكن لو انترسكش لو بقول ايه او و دا الانترسكش بصعب عليك الاحتمال واقول هالك دلوقتي تاني طبعا التمرين فهم ان الاحداث غير متنافية يعني ما تقدرش تقول دا مالوش علاقة بداه الجاك مالوش علاقة دايموند مش ممكن لهم علاقة ببعض الورقة ممكن تبقى جاك وايه ودايموند في نفس الوقت تتكلم عني يعني ايه احداث مطرب فالحقيقة البروبابيليت بتتفاهم كده من سياق التمرين انت بتبقى فاهم طبيعة التمرين وعشان كده يعني وبقولها فعلا انك ممكن اجيبلك مسائل البروبابيليتي هتشوف دا ممكن اتاخد فيها دكتوراه مسائل قوية ومهمة جدا في حياتنا عشان تطلع البروبابيليتي بمنطقيته الحقيقية لا لا دا 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 درسائي فيها طيب طبعا جبت احتمال ان انا اسحب شاك احتمال ان انا اسحب ضيموند ناقص احتمال ان يكونوا الاتنين سحبتهم في نفس الوقت ضربت الاحتمالات في بعضها وهقول ليه بعد كده الملتبليكيشن رول اللي هي احتمال A AND B دي A AND أما هنا A OR B هنا A AND B بتضرب لاتنين في بعض اللي كان شغلني أما أجا أقول لك ايه بالعقل كده عشان الناس اللي بتحاول تدور على قوانين يعني تحفظ قوانين لو أنا خارج من الكلية دلوقتي أقول لك احتمال أن أنا روح يعني أنا أنا الصبح صبح هتغدى في البيت ولا بره احتمال نص ونص صح؟ انت بتعمله لنفسك كده احتمال أن أنا أركب تاكس خمسين في المية سوري سبعين في المية احتمال أن أنا أركب وصلات عادية تلاتين في المية مش بتقول كده تمام؟ دايما بنحط احتمالات لأي حاجة هنعمله احتمال أن أنا أحضر المحاضرة الأولى خمسة في المية ما أحضرهاش خمسة وتسعين في المية في كده احتمالات صح؟ قعدت تحط نشوية أحداث هتعملهم أحداث دي الحقيقة ملهاش علاقة ببعض خالص يعني حدوث حدث لا يؤثر على حدوث التاني حدوث حدث ملوش علاقة بإيه؟ حدوث الآخر أنا بقى عايزك تجيب لي إن الحدث الفولاء إنك تقوم الصبح وتفتر في البيت وتركب تاكس لازم تعمل دول كلهم مع بعض لو واحد فيهم مختلب أنت ما جبتش حاجة واحتمال إنك تحضر المحاضرة الأولى يعني عايزك تفتر في البيت وتركب تاكس وتحضر الأولى الإحتمال ده بصعبها ولا بسهلها؟ بصعب بصعب لأن لو واحد فيهم خل لا ده أنا عملت الاتنين دول وسبت دايبا ما أمعلتش حاجة عشان كده بقول فكرة ان دي أما أجا أقول لك عندي كذا؟ لا أنا بصعب عليك المهمة فالاحتمال يطلع ضعيف لكن بقول لك خلاص عملت ده عملت ده الدنيا اتحسى بيطلع درجة تمام؟ فأرجو إنكم من سياق الكلام تبقوا فاهمين الحكاية دي تمام؟ طيب طبعا لو ال a وال b كلمة independent يعني ايه كلمة independent؟ بقولها تاني حدوث حدث لا يؤثر على حدوث الآخر لأن المحاضرة الجاية هناخد أعتقد الى احتمالات لأن حدوث حدث يؤثر على حدوث حدث آخر فالنهاردة لا بنتكلم على أحداث مستقلة طيب مثال الثاني ده هو مهم اقرأ كده المثال معايا عشان برضو ما في الصبورة نكتب ماشين كونسس تينج اوف فايف اندبندنت كومبوننس اي و بي و سي و دي و اف متصلة ببعضها بالتوالي بالسيريز يعني توالي وراء بعض يعني اي ماشين بالمنظر ده ما احاول اوضح بس فوق انهم معلش ماشي ده دي الماشين عشان اقرف لكم المسألة اذا الا والبي والسي والدي والف وانا الماشين ده عشان هما متصلين مع بعض لو واحدة من دول اختلت الدنيا تقف يعني لو اي هم كومبوننت واعد الماشين كلات ايه تقع ده معنى السؤال ايه ده هو ده المسأل نهوه هو البتاع ده الاب ولا ايه اه هي دي هي دي بتاع الاب انا نسيت اذا اشيل تايمر منو تايب حاضر يا شباب هو ده اللي انا بتكلم عليه اده ال 5 كومبوننت بتاع الماشين راكز كده احتمال ان ال ايه تشتغل 500 ساعة خمس تلاف ساعة واحتمال ان ال بي تشتغل خمس تلاف ساعة احتمال كل كومبوننت من الخمسة كلات يعني دي تشتغل بنسبة 7 من 10 خمسة الاف ساعة ودي 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 طب أنا عايز الماشين كلها تشتغل خمسة الاف ساعة احتمال ان الماشين كلها تشتغل خمسة الاف ساعة كيف تدركهم في بعض لان أنا حطت شرط قوي جدا لا أنا عايز الماشين مش كل واحد يشتغل الاندي فيديو ولا لا ما أنا عارف كل واحد لوحد هم كلهم اكتبعوا وكونوا ماشين ولو واحد فيهم عطل الماشين كلها تعطل يمكن السر هنا هيطلع الاحتمال شوف واحد من عشر او 14 من مية تقريبا شوف الاحتمالات هنا قوية ازاي بس عشان اركب حاجة ودي درس في الهندسة درس في الهندسة يقول لك ايه تشتغلش ام سيرس ما تخليش الدنيا تقف على شخص لو شخص سقط اتنين سقطوا من المنظومة لا خلي المنظومة ماشي فاي منظومة تقدر تشاغلها يبقى افضل سيرس لا خاف خاف من الموضوع ده ده بس درس يعني انا كنت بقول لك ان اقل احتمال فيهم ستة امان عشر لما اشتغلوا سيرس مع بعض لما كلهم بيعتمدوا على بعض وكل واحد شايف التاني كده لو اه لا عشان المنظومة تشتغل الاحتمال ضعيف جدا 14 من مية المثال التاني برضو ده على الحقيقة على التلاتة ديزاينار دولو اعتبر المثال التاني هنا تلاتة ديزاينار بالمنظر ده التلاتة ديزاينار دول في الهندسة بيعملوا ايه من ديفرانت كانترز يعني مش شايفين بعض والتلاتة بيحلوا مشكلة ما تمام التلاتة بيحلوا مشكلة واحدة احتمال ان الاول يحلها اثنين على تلاتة واحتمال ان التاني يحل المشكلة تلاتة اربعة واحتمال ان التالت يحل اربعة على خلال خمسة دي احتمالاتهم وكلهم بيحلوا في مشكلة واحدة بس هما بعيد عن بعض تمام مش واقفين في سيري ازاي ما بيقولوا ان عشان المشكلة تتحلل لازم التلاتة يحلوها هو بيقول لهات للبربابيليتي لكن هنا يعني لازم كلهم يشتغلوا لكن هنا تلاتة بيحلوا في مشكلة ما جايز واحد يحلها يبقى شكرا حتى لو الاتنين التانيين حلوها يبقى المشكلة تحلت ولا لأ اتنين حلوها واحد ما حلش من الاتنين تفرق عشان كده هنا لما يجا حل المسألة وارد جدا ان اي وبي حلوا ففيه تقطع بينهم ولا لأ وارد جدا ان بي و سي حلوا وارد التلاتة يحلوا مش كده سواء واحد حل او التلاتة حلوا او اتنين حلوا يبقى المشكلة بتتحل عشان كده لما يجا حل مثل هذا النوع من المسائل ممكن ده يحل الاتنين يحلوا الاتنين دول يحلوا الاتنين دول يحلوا التلاتة يحلوا ما فيش مشكلة خالص فاكرين القانون اللي كدت اه ده القانون بقى ايه دي ان دي ولا غور احتمال ايه اور بي اور سي فاكرين القانون العبيد ده الطويل ده ها هتعوض فيه اهو طلع لك الاحتمال احتمال كبير بقى 59 على 60 انا شخصيا مش راضع القانون الغابي ده فيه في الاكزيومز بتاعة البروبابيليتي ها مسلمة قوية جدا تمام الكمبيلمنترول بتاعتها هي المشكلة اللي قدامنا دي يا تتحل يا ما تتحلش صح يا تتحلت يا ولا فيه وسط ولا فيه احتمال تالت يبقى اشوف الاسهل احسب احتمال تتحل ولا احتمال ما تتحلش في المسألة اللي قدامي دي سهل لي قوي قوي ان انا اقول امتى المشكلة ما تتحلش المشكلة ما تتحلش يا دكتور لو التلاتة فشل يعني لو التلاتة ما حلوش يبقى ايه ما يحلش وبيه ما يحلش وسيه ما يحلش التلاتة فشل جاء لهم زهايمر صح طيب احتمال ان التلاتة ما يحلوش امتى ايه اللي حصل لك سخنة ولا ايه اه 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 دكت اخر شريحة فعل بحاضرة خفيفة فعل عموما البحاضرة الجاية ان شاء الله هتبقى برضو صغيرة زي دي بس خلاص خلاص اه 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 ا تاني بقول المشكلة احتمال ان التلاتة ديزاينر اللي قدامي ما يحلوش ان الاول ما يحلش مش اور انت انت التاني ما يحلش انت التالت ما يحلش صح ولا انا غلطان بقرر تاني الناس اللي بتحب تستمتع بالبروبابوليتي وهي ما تخافش وهي بتحل الاول ما هيحلش هو احتمال انه يحل احتمال انه يحل اتنين على تلاتة طب ما يحلش طلت طب والتاني ما يحلش ربع والتالت ما يحلش خمس طب التلاتة ما يحلوش الاول ما يحلش عند التاني ما يحلش عند التلاتة ما يحلوش بقادرة بالتلت في الربع في الايه فاحتمال ضعيف قوي وهيطلع نفس الناتج اللي فات على فكرة اهو ده الكمبيلمنت رول أفضل بكتير عشان كده أنا جايب المسألة دي مهمة قوي بالنسبة لكم وأشوف حلها في ثانية وواحد قاعد ودوخ نفسه في أشكال فين وشيل وحط لا احتمال إنها نوت صولفت أهل بيقف اي يونيون بي بيساوي واحد ناقص احتمال ايه كمبيلمنت دول بقى الكمبيلمنت بتاع الأول والكمبيلمنت بتاع تاني اللي هو ما يحلش الايه إنه يحل الايه كمبيلمنت إنه ما يحلش تمام وهكذا اللي هو واحد ناقص ضرب التلاتة في بعض وهيطلع نفس الناتج وبتهايقل الرول دي أفضل شوية تمام ده بالنسبة لدرس النهاردة اللي مش هنقول غيره يعني مش هطول عليكم وأنا عارف إن الفترة متعبة عايز من حضراتكم بس الحاجتين قبل ما نسل النهاردة تبلغوا أي حد طبعا أنا هنأ آه انتوا ملكوش جروب واتس مش كده عشان أنزلوكم حضرات على واتس أفضل أنا معرفش الفيسبوك ده بفتحوش كتير بفتحوش كده يعني إيه بترفحها تب تمام انت معايا على الواتس انت اللي بت اي حاجة طبعا أنا هدهله وانت تبقى ايه تتولى القصة دي صدقني لإن أولا بنسى ثانيا أنا خلاص اكملني بادير حياتي كلها بالواتس فبدأت الجروبات الواتس هي اللي مساعدتها